دور الستاشر عبقرة العائلات الموسم الرابع ومباراة مهمة جدا جدا واعفكركم بالنتيجة عائلة عبد المنعم سنورس الفيوم متقدمة مية وخمستاشر نقطة عائلة الدسوقي النزهة الجديدة القاهرة مية ودلوقتي مع اخر فقرة واللي عتحدد مين اللي حيوصل لدور التمانية فقرة عجرة الحظ عجلة الحظ سؤالين لكل عيلة وأول سؤال سندس تفضل يا سندس سندس عبد المنعم والسؤال الأول وحنشوف موضوع السؤال إيه طبعا يا سندس انت عارفة لفة كاملة شكرا يا سندس ارجع مكانك كدرات زينية إجابتك 990 990 برافو عليك إجابة صحيحة برافو عليك لقدت بسرعة جداً أنا قلقت بالسرعة 135 عائلة عبد المنعم 100 عائلة الدسوقي ملك تفضل يا ملك هنشوف ملك والسؤال الثاني لعائلة الدسوقي وموضوع السؤال إيه كدرات زينية تمام السؤال بيعشرين نقطة ولا بتأتي نقطة كدرات زينية والسؤال هو حي المسألة الآتية 14 في 12 ناقص 150 على 2 إيه سوي كامل 14 في 12 ناقص 150 على 2 إيه سوي كامل مدام هن 93 استعجلتي لا استعجلتي إن شاء الله 93 أستاذ إسلام مرحقتش لا أنا خلصت اللعتي كام 93 برضو إيه كامة صعيعة هي عايز اللقب ناقصين 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 30 أكبراب عليك يا مدام هند 130 عائلة الدسوقي 135 عائلة عبد المنعم عبد الله عبد الله وسؤال التالت لعيلة عبد المنعم وحنشوف موضوع السؤال إيه لفة كاملة عبد الله شكرا عبد الله أرجع مكانك كدرات ذهنية تمام سؤال في الكدرات الزهنية بعشين نقطة ولا بتعتي نقطة هاي بقى من غير جوك آه بعشين نقطة برافو عليك فكرت صح لأن لو بتلاتين نقطة وطارت منكو الإجابة خلاصي هنوبر المباراة حسنت صح برافو عليك كدرات ذهنية والسؤال هو حل مسألة الآتية 180 على 9 زائد 440 على 8 يسوي كام؟ مدام أميرة أجابتك 75 75 بعشين نقطة إجابة صحيحة 155 عائلة عبد المنعم 130 عائلة الدسوقي عائلة الدسوقي هارد لك هارد لك هارد لك لعائلة الدسوقي للأسف الشديد آخر سؤال بعشين نقطة يلا مش هتعرفوا تعدوا عائلة عبد المنعم هارد لك يلا مريم تفضلي سؤال الرابع والأخير وحنشوف موضوع السؤال إيه فنون سؤال في الفنون وأقول لك هارد لك أنت لعبتم ومباراك ويسا جدا هارد لك بجد هارد لك مدام هند أنت تقلقت النهاردة بجد والله تقلقت وألف أبوط لعائلة عبد المنعم وصلته لدور التمانية ألف ألف مبروك حصان أسود للبطولة جميل جدا فنون والسؤال هو فنان كبير راحل قام بدور محمود في فيلم التعويزة فمن هو بطولة يسرى تحية كاريوفك وعبلة كامل مدام هند إجابتك محمود يسين الراحل القدير محمود يسين تأليف وإخراج محمد شبل مدام هند إجابة صحيحة ملابع عليكم مدام هند طبعا طبعا مدام هند النهاردة بستي بلاير طبعا بمية وتلاتين نقطة باس بلاير استعد بقى من السنة الجاي شاء الله هايزول الحياك على حاجة طبعا والله العظيم احنا فرحانين جدا 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 وكل مرة بنفرح فيها أكتر أن احنا بنيجي هنا في ستوديو لعبقرة برنامج على مستوى العالم العربي كله أنا من وجهة نظر أنه هو أفضل برنامج على مستوى العالم العربي كله شكرا أتمنى أن كل برامجنا يعني تكون على هذا المستوى أن هي بتقدم لنا يعني بتعرفنا صمرت تعبنا ومجهودنا أن احنا بنشوف مش بس أولادنا أولاد المدارس وأولاد الجامعات قد إيه بنفرح جدا لما بنعرف أن مصر فيها ناس ربنا سبحانه وتعالى وفاهم مصر مليانة ومليانة بالمواب ويا ربي دايما دالما أريد أقوله أن كل البرامج تقدم لنا النمازج ديت عشان يفضل دايما عندنا الأمل في بكرة إن شاء الله وأنا يعني فرحان جدا طبعا أن هي بس بلير كل دي بتبقى مدعبات مش أكتر أنا بيبقى فرحان بيها جدا أن هي لا مش بس فرحان بيها أنت فخور طبعا جدا هي أصلا كمان صاحبة الفكرة وهي حلمها دايما يعني دايما هي تضغط علينا أنا عاد أقول لها شغلي ومعنديش وقت وهم عندهم مذاكرة وهم مش عايف إيه بس هي تقول لي معلش شو نتعب عشان خاطر أنا نفس أخد كاس العباقيرة ومش عارف إيه ففعلا فعلا أنا يعني بقدر لها المجود ده وبقول لها سمحين إن أنا ما قدرتش علىها ده لكن هي يعني بجد هي والله العظيم بتتعب تعب أنا مش ممكن أتخيل إن في حد ممكن يكون بيتعب التعب ده لو حد بيذكر سنوية عامة خصما بالله لو حد بيذكر سنوية عامة ما هيذكر مذاكرتها ما بص لجاوب فتحت الضغط تمانية من تسعة ما بيأزرش عايز أقول لحضرتك إحنا أنا طبعا عشان شغل هي أروح لها مسلا لقاها هي اللي مجهزة لكل حاجة وأنا بس أقعد على الجهز أحفظ آآ مجهزة للأولاد غير مذاكرتها لأولادها الحمد لله رب العالمين بتوفير ربنا سبحانه وتعالى ملك ما تعيتيش يا ملك عندي ملك الأولى على المدرسة وعندي مريم الأولى على المدرسة بفضل ربنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وده كله بفضل مجهود بفضل ربنا طبعا أولا ثم مجهودها معا بص المشكلة في إيه بقى أن أنتو هتوحشونا كعيدة الدسوئي احنا بيحبكو وهتوحشونا فعلا نحايا كلنا عيدة الدسوئي حيليد عبد المنعم أول حاجر على إذنك بجد 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 أنا فخورة فخورة جدا أني بلعب قدام عيلة الدسوئي قبل ما يجي ابني الصغير مالك توقع أن إحنا هنقابل لعيلة الدسوئي والله وفعلا عيلة فعلا بجد تشرفها أنا نفسي كده جدا بعيد لأنكم خسروا الأستاذ عصام الأستاذ عصام دايما ديولينا كلمة جميلة أهو ما عدش بيخسر 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 ما كنتش أتمنى أن نمتخو لا لا خالص بالعكس إحنا كلنا مبسوتين وكلنا بنيجي هنا علشان نتعرف على بعض وننبسط ما عندناش حد بيخسر خالص خالص تفاقنا وفي كده يبقى إجمال النقطة اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقتي النهاردة 305 نقطة وكل نقطة بـ 1500 جنيه بما يساوي 457500 جنيه ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة الحد دلوقتي 2.600.000 جنيه من البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر في مختلف محافظات مصر أشكر جداً مدام هند وأشكر لأستاذ الإسلام وملك ما تعيطيش ولا أنت ولا مريح بالعكس إحنا هنستناكوا السنة الجاية إن شاء الله لغاية ما تحققوا حلم ممامتكم وترجعوا بالكاس إن شاء الله وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة